بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب 2 تعالوا نكمل سوا آخر بارت معانا في لسون 2 وبكده نخلص بإذن الله إيانة 2 ونقرب نخلص المنهج بإذن الله لسه ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا سبسكرايب بقى للقناة ولايك وشير وكومنت على الفيديو وتنورونا طبعا على الفيسبوك الجروب والفيديو كمان التليجرام اللايك يا شباب حقيقي بتسعدني وبتفرحني جدا ومش بتكلف حضرتك أي حيل يلا نخلص سوا آخر بارت معانا في لسون 2 تاني مشكلة معانا اسمها الجلوبال وورمينج وبين من اسمها خالص إن الوورمينج دي يعني فيه increase في التمبراتشر حقيقي لو عدت مع حد من الناس الكبار في السن زي جدو أو تيتا حد كبير في السن يقول لك لأ زمان الدينية ما كانتش حر قوي كده زمان كنا عايشين بمروحة عادي يعني مش حاسين بأزمة إن احنا محتاجين تكييف قوي كده هو اللي بيحصل ده ده حقيق زمان التمبراتشر ما كانتش عالية زي دلوقتي لإن احنا دخلين في فنومنا اسمها جلوبال وورمينج الجلوبال وورمينج دي معناها إن التمبراتشر كل سنة بتزيد عن السنة اللي قبلها يعني اللي حصل إيه إن كل سنة التمبراتشر فيها بتزيد أكتر عن السنة اللي قبلها طيب اللي حصل ده حصل ليه يعني ليه التمبراتشر دي بتزيد الجلوبال وورمينج فنومنا دي حصلت ليه في الحقيقة هي حصلت علشان كلمة لازم نفهمها حنتكلم عليها كتير قوي حاجة اسمها جرين هاوس افاكت الجرين هاوس افاكت دي هي اللي عملتلي مشكلة الجلوبال وورم الجرين هاوس افاكت دي عارفين كده لما كنتم بتلعبوا وأي لعبة فيها مزرعة وزرع وحاجات كده كنتم بتلاقوا بيت إزاز بيت بني وبيخلي المحاصيل اللي فيه بتطلع بسرعة قوي وكيد كلنا رعبنا لعبة شبه دي اهو الجرين هاوس ده ليه افاكت ليه تأثير معين قوي انه هو التمبراتشر فيه اعلى من التمبراتشر جوه التمبراتشر فيه اعلى علشان فيه شوية جازس منهم جاز اسمه كاربون دايوكسايد كاربون دايوكسايد ده عارفينه لذن اللي بنطلعه لما بنعمل ريسبايريشن احنا لما بنجي نعمل ريسبايريشن بندخل جوه البازي بتاعنا الأكسجن والكاربون دايوكسايد هو اللي بيخرج اهو الكاربون دايوكسايد اللي بيخرج ده ليه حد حبيبه قوي حد لو الكاربون دايوكسايد زاد هو يزيد الحد ده هو التمبراتشر يعني الكاربون دايوكسايد والتمبراتشر ده الحبيب لو الكاربون دايوكسايد زاد يبقى التمبريتشر زادت اهو اللي حصل بقى كده التمبريتشر دي زادت علشان الكاربون دايوكسايد ده زاد طيب هو الكاربون دايوكسايد ده أصلا موجود في الطبيعة موجود في الأتموسفير بتاعنا عادي لكن الريشيو بتاعته بدأت تزيد هو الكاربون دايوكسايد ده يميس يعني ما حاجة كده ايه يعني ما شفناهاش قبل كده لا ممكن كلنا نشوف الكاربون دايوكسايد ده وهو خارج يعني لو جينا استلفنا من ماما كده شوية بيكينج باودر او كاربونيتو لو تسمعوا عنها ماما كده بتستخدم حاجة في المطبخ اسمها كاربوناتو جيبها من عند العطول او حتى البيكينج باودر اللي بتحطها في الكيك او شوية بيكينج باودر دول لو جبتوهم اللي هما اسموهم سودجم باي كاربونيت وحطيت عليهم شوية فينيجر شوية خل او حتى عصرت عليهم شوية لمون هتلاقي إفيرفيسنت حصل كده فوران حصل كده وطلع جاز مع الفوران ده أو الجاز اللي طالع ده الكاربون دايوكس طيب تمام خلاص عرفنا مين ده الكاربون دايوكسايد اللي هو جاي من السوديون بايكاربونيت والفينيجر واللي احنا بنخرجه during respiration وكمان بيطلع لي من اي بيرنينج لأي فاول طيب وعرفنا تاني حاجة كمان انه هو لي حبيبه خالص لو كاربون دايوكسايد زاد اكيد التمبريتشر بعيحة زي وعرفنا ان السبب الرئيسي في الجلوب الورمينج دي حاجة اسمها جرينهاوس بس هنفهمها اكتر الجرينهاوس دي وزي ما كنا بنقول التمبريتشر بتاعت البلانت مكنتش كده هي عمالة بيحصل لها بيحصل لها انكريز من سنة 1935 انت النقل التاريخ ده مش عندك احنا مش بنحفظ طواريخ احنا بس بنعرف ان التمبريتشر مكنتش كده في الطبيعي هي بدأت الزيادة دي تحصل حصلت ليه نتيجة انكريز الجرينهاوس جازز وخصوصا اهم واحد فيهم اللي هو حبيب التمبريتشر اللي اسموهم الكاربون دايوكسايد يعني طلعت الجرينهاوس جازز دول مش بس الكاربون دايوكسايد ده شوية جازز كده بس اهم واحد فيهم هو الكاربون دايوكسايد ده شكل الجرينهاوس اللي كنا بنقول عليه بيعملوه مثلا في المناطق اللي فيها تلج او جليد علشان يحافظ على التمبريتشر اللي موجودة دي جوه فالحاجات اللي جوه دي ما تبصري من التلج او نموها يوقف او كده وتكمل وتتزرع عادي حاجة كده شبه الصوبة الزراعية اللي بنستخدمها في مصر طيب يبقى احنا عرفنا ان اول جاز في الجرينهاوس جازز اسمه كاربون دايوكسايد كاربون دايوكسايد والسامبر بتاعه حفظينه من زمان خالص CO2 طيب والتاني مرة كلورو فلورو كارب هي الكمباوند دي ما بتهزرش الكمباوند دي اي مشكلة تلاقيها دخلة فيها زي الطفل المشاغب كده الولد المشاغب اللي بمعايك في الكلاس مدائي التيتشر بتاع العربي ومدائي التيتشر بتاع الساينس هو عمل مشاكل مع الناس كلها هو ده الكلورو فلورو كارب كلورو فلورو كارب الكمباوند اللي خدناها الساشرة اللي فات وعرفنا ان هي عملتلي الأوزون هول وكنا بنقول ان الكميرشيال نيم بتاعها اسمه فريون دول برضو عملوا للجلوبال وورمينج كمان جاز عماللي جلوبال وورمينج او قدى للجلوبال وورمينج الجاز اللي اسمه ميثان ميثان ده اسمه CH4 احنا الكميكال نيم بتاع كل واحد فيهم السيمبول بتاعهم المفروض نبقى عرفين طيب بيبقى الكاربون دايوكسايد وكلورو فلورو كارب والميثان وكمان النيتروس اوكسايد اوه نركز بقى هناك كان اسموهم النيتروجين اوكسايد اللي هما طلعوا من الالترا ساوند كونكورد ايربليم لكن هنا عند الجرينهاوس جازس اسموهم النيتروس اوكسايد N2O وكمان الووتر فيبر يبقى دول الخمسة دول هما البليوتاند او هما الجازس المهمين قوي اللي عملوا لي حاجة اسمها جرينهاوس افكت فسمتهم جرينهاوس جازس كاربون دايوكسايد وكلورو فلورو كاربون وميثان ونيتروس اوكسايد وووتر فيبر طيب سؤال بقى هو اللي زودهم اصلا الجرينهاوس جازس يعني اشمعنا من السنة دي او من التاريخ دي اشمعنا جات فترة كده وبدأه يزيده احنا اتفقنا ان اهم جاز فيهم هو الكاربون دايوكسايد الحاجات اللي بتزودلي الكاربون دايوكسايد في الحقيقة احنا بقينا نعملها كتير شوية والحاجات اللي بتقلل الكاربون دايوكسايد ما بقيناش نعملها فاللي حصل عندنا ان الكاربون دايوكسايد واخواته اللي هما الجرينهاوس جازس بدأوا يزيدوا ايه بقى الريزون اللي خلتهم يزيدوا الريزون اللي خلت الجرينهاوس جازس وكمان الكاربون ديوكسايد تزيد هما ثري ريزون اول حاجة بقينا نعمل بيرنينج للفاول كتير الفاصل فاول بيرنينج الفاصل ده كلمة فاصل دي احنا هناخدها بالتفصيل بإذن الله السيشن الجاي اليونت الجاية كلها بتتكلم عن الفاصل طيب الفاصل فاول بيرنينج اللي هو الوقود اللي لي علاقة بالبترول والحاجات دي بقينا نحرقها كتير نستخدمها كتير وهي لما بيحصل لها بيرنينج بتطلع لي كاربون ديوكسايد وكمان اختها بتطلع لي كاربون ديوكسايد الفورست فايرز الحراية اللي بتحصل في الفورست كل فترة والتانية كده برضو ده نوع من انواع البرنينج فبرضو بيطلع لي كاربون ديوكسايد الحاجة بقى اللي بتاخد الكاربون ديوكسايد وتخلصني منه هو الجريم بلانت فاحنا بقينا نعمل كاتينج لتريز يعني ده اللي كنا بنتكلم فيه بقى الحاجات اللي بتزوده بنعملها والحاجات اللي بنقلله او اللي بتقلل الكاربون ديوكسايد بنبوزها عملنا بيرنينج كتير والفايرز كمان كترت والكاتينج تريز التريز اللي بتخلصنا من الكاربون ديوكسايد ده انا بنقطعه فاحنا عمالين بنزود الكاربون ديوكسايد ومفيش حد بيخلصنا من الكاربون ديوكسايد ومعاه شلة الجريم هاوس جازز علشان كده بدأت تزيد البرسنت جزي وبدأت تأثيرها يزيد علينا فبدأت تظهر الفينومن اللي اسمها جلوبال وورمينج فينومن يبقى احنا لحد دلوقتي يعرفنا مين هم الجرينهاوس جازز كاربون ديوكسايد ده اهم واحد فيهم كلورو فلورو كاربون والميثان والنيتروس اكسايد والواتر فيهم ايه الريزون اللي خلتهم يحصل لهم فصل فاول بيرنينج فورست فاير وكاتينج تريز تمام تعالوا بقى نشوف بالتفصيل حكاية الجرينهاوس افكت دي وحصلت ازاي وليه التمبريتشر جوه زادت والحدوتة دي حصلت ازاي بالظبط احنا اتفقنا ان الجرينهاوس جازز دول لما البرسنت بتاعتهم زادت او الكونسنتر بتاعهم زاد ده عمال لي فكرة الجلاس في الجرينهاوس جازز يعني ايه يعني شوية الجازز دول عملولي زي الازازة اللي حطينها في الجرينهاوس خلت ريز تخش وريز تانية تفضل محبوسها جوه تعالوا نشوف الحدوتة اصلا الاول كانت ماشية ازاي والتغيير حصل ازاي يعني لما كانت البرسنتر بتاعتهم نورمل وكان ما عنديش مشكلة الجلوبال وورمينج ده كان ايه اللي بيحصل كان اللي بيحصل ان الاتموسفير بتاعنا اهو حوالينا اهو بيدخل الفيزبل لايت والشورت ويف لايت اللي جاية من الصن وبيعديها عندنا جوه وبعدين الارث دي تعمل ابزورب للريز دي لو محتاجاها وفي اخر اليوم ترجع تعمل لها ري امة ترجعها تاني على شكل انفراريد راديش بالراحة كده اللي دخلوا مين؟ اللي دخلوا فيزبل لايت وشورت ويف ريز والارث عملت لهم ابزورب واللي مش محتاجاها رجعته على شكل ايه؟ انفراريد راديش يبقى اللي دخل فيزبل وشورت واللي رجع انفراريد الكلام ده ايه؟ الكلام ده لما كان الجرينهاوس جادس البرسنتج بتاعتهم نورمل يعني ما كانش عندي مشكلة خالص اللي حصل بقى ان لما الريت بتاع الجرينهاوس دول زادت الانفراريد اللي كانت حترجع دي اتحابست معانا مش عارفة ترجع مش عارفة تطلع تاني بره ليه؟ علشان هي ليها لونج ويفلنز فمش قادرة تخرج تاني بره الاتموسفير علشان كده اتحابست معانا جوه الاتموسفير علشان كده لما خدتوا البرت ده في السوشيال قالوا لكم ان هو اسمه اللي احتباس الحراري في حاجة اتحابست ايه اللي اتحابست معانا بقى هي الانفراريد راديش يبقى نحكي لحدوتها تاني كده من الاول ونشوف اللحظ كانت طبيعي الصن بتبعتلي فيزبل لايت وتبعتلي short wave raise الارس بتشغط او بتعمل absorb للريز اللي محتاجاها واللي مش محتاجاها بترجع تعمل لها re-emmet اهي كان المفروض تخرج كده تاني بره على شكل ايه على شكل انفراريد راديش لما بدأ بقى الجرينهاوس يزيد بقى تحطيلي الازاز ده تحطيلي الحاجة اللي اتدخل اللايت وما تخرجهوش لو هو يعني اتدخل الشرط تميل لكن اللونج بقى يجي يخرج اللي هي الانفراريد ما ترضاش تخرجها هو ده اللي عمل لي الجرينهاوس افك الانفراريد هنعرف هنعرف كمان شوية ان هي ليها thermal heat يعني الانفراريد بتحب الهيت يعني مكان ما تبقى موجودة يبقى فيه هيت علشان كده الانفراريد لما تحبست الهيت او التمبريتشر على الارث سورفوس كلها زادت يبقى نقول الحدوتة تاني دخل الفيزابل لايت والشورت ويف اللي جاية من الصن ثرول اتموسفير وبعدين الارث عملت ابزور للري وري امتل للراديشن تاني على شكل انفراريد ده كان في العادي لما ما كانش عندنا مشكلة لما بدأ الجرينهاوس جازس البيرسون بتاعتهم تزيد الانفراريد ما عرفتش تخرج كانت بنتريت الاتموسفير ليه ما عرفتش تخرج ليه علشان بقى ليها لونج ويف لنس فتحبست معانا في التروبوسفير وده اللي زود التمبراتر بتاع البلانت ووصلنا بقى للديفينيشن المهم قوي عندنا اللي هو الديفينيشن بتاع الجرين هاوس افكت لما يسألني بقى على الديفينيشن بتاع الجرين هاوس افكت هحكي للحدوت اللي حصل المشكلة كلها حصلت ساعة لما الانفراريد راديشن اتحبست معانا جوه it's a trapping of انفراريد راديشن معانا في التروبوسفير حصل الكلام ده ليه علشان حصل increase في البرسنتر بتاع الجرين هاوس جاز طب ولما الها جرين هاوس يبقى لازم نقول اربع حاجات مهمين trapping للانفراريد معانا في التروبوسفير حصل increase في الجرين هاوس و increase في التمبر نرجع ونفتكر تاني الالترا فيلو تراديشن اللي خدناها السيشن اللي فاتت بتاعت الوزون لير ليها كيميكال افكت لكن الانفراريد راديشن اللي خدناها السيشن دي ليها ثيرمال افكت تمام نرجع بقى ونكمل احنا كنا بنقول ان الجرين هاوس افكت ده نتيجة الانفراريد اللي ليها ثيرمال افكت طيب هو ايه بقى المشكلة في الجلوبال وورمينج الدنيا تحرر شوية دي المشكلة يعني اكيد ما كناش عملنا قلبنا الدنيا وقلنا ان فيه مشكلة لو هي شوية تزيد يعني لو الدنيا حر زيادة بس حاجة بسيطة كده مش مشكلة لا في الحقيقة بقى الجلوبال وورمينج في نومنا دي ليها نيجاتف افكت صعبة جدا ايه هي بقى النيجاتف افكت بتاعة الجلوبال وورمينج في نومنا دي تعالوا نتخيل كده بالروح الحدوطة وما فيها ان التمبراتشر زادت لما التمبراتشر زادت اول حاجة هرتقصل على الارت السنو التلج اللي موجود في الساوس بول والنورس بول حيسيح هيحصل له ملتنج افو اين مشكلة بقى لما التلج دي سيح يعني الازمة في كده لا الازمة كبيرة قوي السي البحر ده بياخد كمية مية معينة موجود كده ومستحملها كده لو المية دي زادت لان الايس اللي فيها اللي كان قابب كده طالع على وش المية زي ما عرفنا في درس الووتر وساحت بقى وبدأ الفوليوم بتاع الووتر يزيد في البحر الفوليوم اللي حيزيد ده مش حيفضل قعد في البحر يعني تخيل كده هات كوبات مية وملاها على اخيرها خالص تمام الدنيا تمام والطبق اللي تحت المية ده ناشف ما فيهوش مشكلة طيب زودلي بقى شوية مية هتطلع من هنا من الطبق هنا او من الكباب بتاعتك هنا وهتقع على الجنبين هو ده اللي حصل لما زيد الليفل بتاع الووتر في السي ده عمل دي ساببير للكوستل اريا المكان اللي 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 على شط البحر كده بالزبط يعني لو تخيلنا ان دي اللامد وهنا السي البحر الزيادة اللي حيطلع ده المية الزيادة اللي حتيجي هتيجي هنا ففي حتة كوستل سيتي كوستل اريا حتة من الشط كده خلاص غرقت دخلت معانا في البحر خلاص ما بقتش في اللاند ادي اول مشكلة حتة دي بقى اه ممكن تبقى احنا شايفينها في الصورة هنا جزء صغير لكن كل ما التمبريتشر بتزيد اكتر والبولز السنو اللي فيها بيحصل له ملتنج اكتر فالليفل بتاع الووتر بيزيد اكتر فالدسابيرانس للكوستل اريا دي بتزيد اكتر طيب تاني مشكلة هي مش السنو ده مش فيه انيملز مش فيه مبتعيش اصلا غير على السنو زي البولر انيمل اللي هي الحيوانات القطبية زي البولر بيل والسيل والحاجات دي طيب مهو دي لو ما فيش سنو هي حصل لها اكستنجشن حتنقرض مش هتبقى موجود يعني بصوا منظر البولر بيل يعينيه وقعد لوحده كده اه ده اللي حيحصل فعل السنو اللي هو عيش عليه بيبدأ بيقل فنسبة الانيمالز اللي عيشها بتبدأ تقل فيبدأ يحصل لها اكستنج يبقى اول مشكلة حصلت من الجلوب الورميج ان السنو حصل له ميلتنج وده عمالي مشكلتين دي سابيرانس للكوستل ايريا وكمان اكستنجشن للبولر بير طيب عمالي كمان مشكلة بقى وهي سيفير كليميتيك ترينج براحة كده يعني ايه سيفير كليميتيك ترينج سيفير يعني فيري هورت وكليميتيك يعني جاية من الكليمت من مناخ يعني او طقس وترينج يعني ترينج اللي حصل ان بدأت حاجات تحصل في المناخ او في الطقس التغييرات دي غريبة اوي وصعبة اوي وجمدة اوي زي ايه مثلا زي التروبيكل هوريكانز اللي بقت تيجي زي الهوريكان كاترينا لو تسمعوا عنه اعصار كاترينا لو تسمعوا عنه شوية هوا جامد كده يلف ويكسر كل حاجة حواليك بيحصل برضو destructive floats ما كنش بنسمع زمان عن كل شوية ان فيه فيضانات مش عارفة فين وسيول ما كانش بيحصل الكلام ده كتير زمان من ساعة ما بدأ ال global warming وبدأ السيفير كليميتيك ترينج ده يحصل حتى انتوا لو تلاحظوا اللي متابع فيكم الاخبار او بيقعد جنب مامو هي بتسمع الاخبار تلاقي كل شوية مش عارفة منظمة ايه عاملة مؤتمر عن تغييرات المناخ مش عارفة ايه متجمعين علشان تغييرات الطقس الموضوع فعلا مسبب ازمة ومشكلة كبيرة قوي حتى drop weeps الموجات الجفاف اللي بقت تيجي الناس اللي بقت عندهم المية بتقل جامج جدا فتعمل جفاف في الأراضي الزراعية علشان كده بنقول نخلي بنا من بلدنا ومنفردش في المية اللي عندنا ونرشد استهلاكنا في المية احنا المية دي نعمة من نعم ربنا علينا نخلي بلنا منها ونحافظ عليها الفورست فاير بقى زي اللي حصل لو تفتكروا قبل الكورونا على طول في آخر 2019 بدأ يقولك أصلي فيه حرائق حصلت في استراليا ومش عارفين يسيطروا عليها لوحدها كده الفورست الغباد دي بدأ يحصل فيها حرائق والحرائق دي تزيد كل دي من السيفير كليوميتك تشينج اللي نتيجة الجلوبال وورمينج والتأثيرات بتاعت الجرين هاوس افكت علينا يبقى احنا دلوقتي زي ما عرفنا يعني ايه جرين هاوس افكت ويعني ايه جلوبال وورمينج عرفنا مين اللي عملهم شوية الجازس اللي عملوهم كانوا الكاربون دايوكسايد والكلوروفلورو كاربون والميثان والنيتروس اوكسايد والووتر فيب طيب وكان الحدوتة المشكلة كلها في ايه ان الانفرارد راديشن حصل لها معانا علشان بقت ليها لونج ويف لينز طيب وايه هي النيجاتف افكت بتاعت الحدوتة دي كان الموضوع تقسم لحكتين الميلتنج اللي حصل في السنو عمل لي اكستنشن للبولر انيمل وكمان عمل لي ديسبيرانس للكوستل ايريا والسيفير كليوميتك ترينج وتكلمنا انه حصل repeat occurrence لشوية فنومنا شوية فنومنا بدأت تتعاد بقى كل سنة كل سنتين نبدأ نشوف زي الهوريكانز والفلود والدراف ويفز والفورست فار تعالوا نشوف اهم الجيف ريزون اللي related بالجزء بتاع جلوبال وورمينج اول جيف ريزون معانا بيقول ليه الجلوبال وورمينج دي فنومنا ليها seriously effect على اللايف في البول حصل الكلام ده ليه علشان جلوبال وورمينج دي عملتلي ميلتنج في السنو واتفقنا الميلتنج في السنو في البول الساوس والنورس بول ده زود لي الليفل بتاع السي وبتاع القر تاني بقى ونرجع نوصل اللي فات بالليسون ده ليه بطلنا نعمل stopping للالترا sound concord aeroplane الجيف ريزون ده مش لازم يجيلي بالمنظر ده يعني ممكن يقول لي اي حاجة وليه بطلنا نستخدم اي حاجة دي بقى ممكن تيجي في الهالونز ممكن تيجي في الكلورو فلورو كاربون ممكن تيجي في زي ما هي جيلنا كده في المي اي حاجة من البيليوتنز ويقول لك ليه بدينا نعمل stopping ليها هقول علشان هي بتعمل كذا ايا كان بقى الكذا بتاع هدي بتاعت الوزون لو هو بيسألني عن حاجة زي الميتان جاز هنقول يعني اي حاجة يقولي ليه بطلنا نعملها هقول الافكت بتاعها هقول هي ليه وحش طيب السؤال بقى اللي اتكلمنا عليه من شوية ليه الانفرا راديشن معرفتش تعمل بنتريت للاتموسفير معرفتش تخرج تاني ليه علشان بقى ليها لونج ويف لنس نفتكر تاني الانفرا راديشن علشان السؤال ده بيجي لنا على طول في الكمبيت الانفرا راديشن ليها ثيرمال افكت لكن الالترا فايلو تراديشن ليها كيميكال افكت بكده حبيبي نكون خلصنا لسن تو ومعايا يونت تو كلها شدوا حلكوا في المذاكرة وذاكروا كويس قوي علشان بعد كده هنبدأ في يونت ثري اتمنى لكم كل التوفيق